اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الحوت في منزلة الرشا وهي جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح بما ان القمر ما زال موجود في الحوت معناته لسه ما زالت الامور انها بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرام هم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حباء الغرام بوسعن التعمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير اما بالنسبة لزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر ونبتون يعني بعد الحلقة تقريبا الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن ارض الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا بنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة لزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة في تمام الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية اذ يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واربع عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغريب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني مثل عمل انساني بتنوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة او في اثناء قيام هاي الزاوية بيصير في خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وخمسة وتلاتين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني انه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني بمعنى اخر انه القمر رح ينتقل للحمل ولكن انتقاله رح يكون الساعة وحدة وخمسة وتلاتين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني قبل الحلقة بوقت بسيط فعشان هيك بدنا نحكي كل توقعاتنا على انه القمر ما زال موجود في الحوت لانه الانتقال ما رح يكون مؤثر كثير يعني باشي بسيط جدا جدا فعشان هيك كل التأثيرات رح يتكون على برج الحوت وبكرة حلقة بكرة ان شاء الله بتكون عن انتقال القمر للحمل وتأثيره على جميع الابرج وبما انه القمر بالحوت وبدو ينتقل للحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم تسعتاش خمسة رح يكون في تمام الساعة ثمانية واثنين وثلاتين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين وعشرة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بيبدأ في يوم وبنتهي في اليوم الذي يليه معناته هاي كلها بتيجي في حلقة يوم تسعتاش منذكرها على انه رح تكون المدة ما بين الساعة ثنتين وعشر دقائق صباحا يعني عند الفجر لغاية الساعة ثمانية يعني دورة كاملة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة مساء فعشان هيك بيكون انتقال القمر يوم تسعتاش الشهر على برج الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة اثناش بعد منتصف الليل بيكمل اللي هي خمسة وعشرين في المية من نسبة الاضاءة تعتو اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج منتحس القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل لغاية عشرين خمسة المزاج ممتزج عضارد في الجوزاء حتى يوم ثمانية وعشرين خمسة مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 بعدين بنتقل للجدي برجع رجوع للجدي مزاجه منتحس اورا نصف الثور حتى 15-8 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زال اليوم الثاني بسيطر عليكم التعب لان القمر ما زال موجود في برج الحوت اغلب اليوم لغاية يعني قبل ساعات المغرب بشوي ممكن تحسوا بشوية تغييرات او ايجابية لان القمر بصير انتقل لعندكم بشعر يعني بظل فيه نوع من انواع الشعور باعراض غير اعتيادية يجب انه يتوجه الواحد للفحص والعلاج اذا شعر باي مرض او تعب خلال هذا اليوم خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة تتجاوز مخاوف لا اساس لها خلال هذا النهار بالنسبة للبيت الاول بما انه يعني القمر ما زال موجود في بيت المتاعب معناته البيت الاول للك بظل ضاغط عليك لغاية ساعات ما بعد العصر بعدين بتحس ببعض الطاقة الايجابية بتشحنك بتحس ببعض الانتعاشة نفسيتك بتتحسن بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثاني فنفس الاشي بتظل الامور تقريبا روتينية لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر بصير فيه نوع من انواع الفرص يعني للتحصيل على بعض الاموال بتيجي يا من عمل اضافي يا اما تحصيل شيء برجعلك يعني اموال انتمدينها لاشخاص او سلفة او نوع من الهدايا او الهبة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني برضو على مستوى النقاشات على مستوى التحركات والاتصالات على طبيعتكم تتحركوا خلال هذا اليوم وفي ساعات ما بعد الظهر بتحسوا ان الجو صار ايجابي بتكثر عندكم الاتصالات فيه والمواصلات والحركة والنشاط والتواصل مع اشخاص يعني حتى بالنقاشات بتكون امورك ايجابية ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الامور ضاغطة على مستوى البيت فسهل جدا انه يحدث اي امر يستفزك او يوترك فعشان هيك ما تشغل حالك كثير في مسائل يعني ممكن تستفزك وتعصبك خلال هذا اليوم ممكن تصير بعض الاعطال او بعض الامور اللي الها علاقة باعطال منزلية تهتم فيها او بعض المصاريف البيتية او شراء بعض الاجهزة او الامور او الاغراض المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور برضو على المستوى العاطفي فيها نوع من انواع الضغط بتسبب لك نوع من انواع التوتر او التحسس من موقف الحبيب خلال هذا النهار حاول انك تمسك حالك شوي او تشحن حالك بطاقة ايجابية بدون ما تفاقم الامور اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل بتراكم عندك العمل لغاية ساعات الظهر او بعد الظهر بتلاقي ان وضعك الصحي شوي متقلب عشان يقولنا اذا شعرت باي عراض حاول انك تستشير طبيبك يعني لغاية ساعات العصر تقريبا بتكون الامور ايجابية بتنشحن بطاقة ايجابية وممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما على مستوى بيت الشراكة فتعاملك ما بينك وبين الشريك يعني على حسب طبيعتكم على حسب تكوينكم على حسب برجك وبرج الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة ممكن يصير بعض التغيير ممكن تحصل بعض الامور الجيدة خلال هذا النهار او تخوض في بعض المسائل اللي الها علاقة بالحسابات او الديون او بعض القروض اما بالنسبة للبيت التاسع يعني اتصالاتك تقريبا بتقل عن الفترة الماضية يعني شوي بتشعر ببعض الملل او انه اليوم انت ما عندك نفس حتى انك تتواصل مع احد بيكون مسيطر عليك نوع من انواع اللي هي الطاقة السلبية يعني بترفض عملية الاتصال الا مع اشخاص بسيطين جدا خارج البلاد ممكن تتواصل معاهم او ممكن يصلك خبر عادي يعني بمعنى اخر بتكون على طبيعتك بشكل روتيني خلال هذا اليوم بالاتصالات البعيدة امور الدراسة امور الامتحانات الاوراق القانونية او المعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار بمساعدة زميل او رئيسك بالعمل او ممكن تطلب طلب من رئيسك او ممكن انه يكون في بعض النشاطات الايجابية على مستوى مكان العمل اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغط او التوتر ما بينك وبين الاصدقاء او حسسيتك مرتفعة ممكن تتوتر وتعصب من تصرف صديق او يصلك خبر يقلقك بشأن صديق او صر تفكر فيه مشكلة بتعرض لها هذا الصديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه في بداية التوقعات برج الثور تنشط اليوم اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة العلاقات الصداقة بتكون جيدة بسودها التقدير والثقة المتبادلة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور جيدة على المستوى النفسي مشحون بطاقة ايجابية وبتتعزز هاي الطاقة اكثر واكثر كل ما اقتربنا لساعات الظهر للعصر بعدين بدك تدير بالك اكثر خصوصا عند ساعات المغرب لان القمر رح ينتقل للحمل لبيت متاعبك فحاول انك تستغل الامور كلها في ساعات الصباح بيكون افضل اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور جيدة على مستوى الامور المالية ممكن تحقق بعض المكاسب المالية وبتيجي هاي المكاسب عادة في ساعات الظهر او العصر بتيجي من عمل اضافي او تحصيل على بعض الاموال او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات وحتى انه اليوم اللي عنده امتحان ممكن يقدم بشكل جيد ولكن ما يعتمد على الحظ يدرس ويستعد بشكل ايجابي ممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ او معجار اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الامور على مستوى البيت فيها نوع من انواع الضغط بتسبب لك نوع من انواع التوتر ممكن يشحنك هذا شوي بطاقة سلبية او تعصب من مسألة معينة او تكثر عليك المسئوليات او تتزامن او يصير فيه سوء خلاف او خلاف ما بينك وبين احد افراد العائلة حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجاوز كل السلبيات اما بالنسبة للبيت الخامس فشايف الامور العاطفية شوي فيها نوع من انواع السلبية ضغط عليك شوي حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتعمل نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الحبيب في منك رح يقلق بشأن حبيب او صديق بتعرض لازمة معينة فممكن تقلق بشأنها اما بالنسبة للبيت السادس ممكن من ساعات الظهر تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك اشخاص بتنتظر فحص او امور طبية بتكون لصالحهم وايجابية اما بالنسبة للبيت السابع فامور الشراكة شوي روتينية ولكن في ساعات الظهر او العصر بصير فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن يتحقق بعض الانجازات الايجابية ويكون فيه تقارب ما بينك وبينهم اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة يعني ممكن اليوم تحصل على بعض الاموال اللي بتعود لك او ديون او استحقاق ديون او مطالبة او تهتم ببعض الفواتير او الالتزامات او الاموال اللي ما بتعود لك او امور بنكية او مع دوائر حكومية اما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الامور على مستوى الاتصالات البعيدة شوي فيها نوع من انواع الضغط ممكن يوترك مسألة معينة وممكن يصلك خبر من بعيد شوي يكون مزعج ممكن تكثر عندك الاتصالات بشكل مبالغ فيه خلال هذا النهار او انه تقتصر اتصالاتك على اشخاص معينين اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور جيدة على مستوى بيت السمعة وممكن تدافع عن سمعتك بشكل جيد وممكن انك اليوم تنجز بعض الاعمال الضرورية بمساعدة زميل بالعمل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني يعني بمعنى اخر بتقدر تحدد اولوياتك وتنجز العمال الضرورية والمهمة وخصوصا زي ما حكينا حاول تنجزها قبل العصر على اساس انه بعديها القمر رح يكون في بيت المتاعب فممكن يعركس عليك بعض الامور برج الجوزاء يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين تحظى بشعبية بتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي طبعا يعني القمر مكانه مناسب لايلك او رح ينتقل لمكان مناسب لايلك فعشان هيك بتلاقي فيه نوع من انواع الايجابية بتبلش تتحسن معك كل ما اقتربنا لساعات المساء اما بالنسبة للبيت الاول فنفسيا اليوم انت يعني من ساعات الظهر بتبلش تتحسن اكثر او بتتطور نفسيتك بشكل ايجابي اكثر يعني بتطلع من حاجز الروتين او الملل اللي كان صاحبك خلال اليوم الماضي اما بالنسبة لبيت المال البيت الثاني ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية او تحصل على مبلغ مالي خلال هذا النهار ولكن بدك تراقب مصاريفك لانه ممكن انت تصرف ببذغ اما بالنسبة للبيت الثالث فشايف الامور ضغطة عليك فعشان هيك على مستوى النقاشات والامور التنقلات والاتصالات ممكن تخطأ بمسألة معينة او تحتد في مسألة معينة او يكون لك ردات فعل سلبية اذا كنت انت من الاشخاص اللي بقودوا السيارات بدك تنتبه بشكل جيد من اعطال السيارات او لا قدر الله من حادث ممكن يصير بطريقة بسبب السهو اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور يعني برضو فيها نوع من انواع الضغط على مستوى البيت ممكن منزعج من مسألة معينة او تنزعج من تصرف احد افراد العائلة او بتشوف الامور مش ماشية مثل ما بدك فيسبب لك هذا نوع من انواع التوتر يعني يحاول انك تأدي بعض الامور اللي انها علاقة بالتصليحات او الترتيبات او المشتريات تكون بشكل عقلاني يعني بدون ما انت تحتد وتعصب اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو في امور مزعجيتك ممكن انه انت مش عارف تتواصل مع الحبيب او قلقان عليه او عندك شغف او رغبة بتواصل مع حبيب انقطعة العلاقة ما بينك وبينه خلال الفترة الماضية اما بالنسبة للبيت السادس فالامور على مستوى العمل تقريبا يعني بتكون روتينية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتصير ايجابية ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك راح يهتم بمسألة صحية بتتعلق فيه او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو جيد بيدعمك ممكن يصير فيه نوع من انواع التالف او التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم او نوع من انواع المصالحة او التراجع عن قرار سابق اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الامور الاموال المشتركة فممكن ان تحصل بعض الاموال اللي لها علاقة بالاموال المشتركة او ممكن انه يكون فيه امور لها علاقة بتحويل او دعم او سداد لبعض الديون القديمة او ممكن انك انت تهتم في قرض او داقصات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بامتحانات او لغة جديدة او ثقافة جديدة او امور الها علاقة بالفلسفة والدين وهي الامور كلها تقريبا بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور يعني شوي مثل ما ذكرناها في توقعاتنا في بداية التوقع لبرج الجوزاء ولكن شوي بدك تحط انه دير بالك انك يتخالف القوانين او تدخل باي عمل مشبوه او تجازف في خلال الفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء يعني بتحاول انك تنفس عن نفسك او عن رغبتك بالتقرب لبعض الاصدقاء ولكن داخليا انت بتحاول تكسر الروتين ما عندك هالرغبة الكبيرة يعني الا في اشخاص معينين وممكن هاي بس هيك من نوع التفريغ الضغط او نوع من انواع الهروب من الاكتئاب او الشيء من هيك بس بتحاول تتواصل معهم تغيير جو اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامور تقريبا دعميتك فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بمسألة الها علاقة اما بالعمل او برقابة الصحة تاعته كتغذية او اكل او ادوية او شيء من هذا القبيل او يقلق بشيء صحي لاحد المقربين لا الو برج السرطان كونوا اكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفة لديكم احلام او افكار اما بامور الهلاقة بالسفر او اوراق السفر او معاملات او حتى البحث عن مدينة او رغبة او بالاحلام بالافكار هيك لا سفر لمدينة معينة فهذا بشغل فكركم بشكل كبير والقيام بمشاريع كبيرة اما بالنسبة للبيت الاول فالامور جيدة نفسيا اليوم احسن برضو فعشان هيك اليوم عندك قابلية انك تتجاوز اي سيئات او سلبيات تشحن حالك بطاقة ايجابية جيدة اما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى امور الاموال يعني فيه فرص اكثر اليوم للتحصيل على بعض الاموال اللي بتجيك من عمل اضافي او نوع من الهبات او المساعدات ولكن بدك تدير بالك من المصاريف اكثر اما بالنسبة للبيت الثالث برضو مثل ما ذكرنا من البيت التاسع انه دك تدير بالك على الطرقات اثناء قيادة السيارة برضو في النقاشات شوي بدك تدير بالك من الانفعال او العصبية او التوتر ردات فعلك سلبية وعصبية يعني بشكل مبالغ فيه حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تعصب اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايفي الامور جيدة ابتدعمك في بعض المسائل البيتية بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة وفي اوقات بيكون الوضع روتيني بس الاعمال المعتادة والمنزلية يعني المطلوبة منك بشكل روتيني اما بالنسبة للبيت الخامس فهو بيسبب لك نوع من انواع القلق او التوتر على احد الاحبة وممكن يصير في خلاف ما بينك وبين الحبيب بسبب سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يخضع لفحص طبي اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فبيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك او نوع من انواع التجانس بفكرة معينة وممكن تتراجع عن قرار التخطب السابق او رغبة في المصالحة اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحصل بعض الاموال اللي بتعود لك او تطالب في اموال اليك وتستردها او تلاقي اشي كنت فاقده بالفترة الماضية ممكن تهتم بفواتير وحسابات وبعض الديون المهمة اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة بتقدر تدافع عن سمعتك وبتقدر تفرض رأيك بشكل قوي خلال هذا اليوم وفيه منك رح ينجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة على مستوى العمل اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الصداقة يعني جيد ممكن يدعمك في بعض الاصدقاء او يعمل تقارب ما بينك وبين صديق معين او اتصالات او ممكن دعوي لحضور حفلة او مناسبة يتوجه لك دعوي مثلا الامور جيدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا روتيني فعشان هيك حاول انك انت تفصل الامور الايجابية او الامور الضرورية جدا جدا هي اللي تنجزها خلال هذا اليوم حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وبنفس اللحظة بغذاءك ادويتك ما تحاول انك تخربط او تسهى او تنسى من ادويتك اي شيء برج الاسد بتنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكي او تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدي بيزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور ما زال فيها نوع من انواع الضغط اليوم يعني بضغط على نفسيتك بتحس بتوتر نوع من انواع ردات الفعل السلبية عندك مزاجك مش مطمئن بشكل كافي لغاية ساعات العصر بعدين بتلاقي صارت في طاقة ايجابية تجيك الامور بتتحسن وبتصير ايجابية لا اليك اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور برضو على المستوى المالي لعمل انواع الضغط او المصاريف او الارتباك المالي عندك ممكن اليوم برضو تنشغل في بعض الدفعات او المشتريات حاول انك ما تلتزم باشياء او تشتري اشياء غير ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد يعني روتيني تقريبا على مستوى التنقلات والتحركات في منك رح يشعر ببعض الدعم الى علاقة بتعامل مع اخ او جار او بالاتصالات او يجي خبر مفرح اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيعملك نوع من انواع التقارب او المصالحة وممكن برضو انك تنجز بعض الاعمال البيتية او تهتم في بعض الامور البيتية مثل الطبخ او صياني او ترتيب او مشتريات اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على المستوى العاطفي شوي انت في عندك ردات فعل سلبية اما انو الحبيب بتصرف تصرف بزعجك خلال هذا النهار او بتتحسس انت من موقف معين حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تخلي خلاف يصير ما بينك وبينه اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكو ممكن يعني شوي يعمل نوع من انواع الرقابة الصحية او بعض الفحصات او يهتم بفحصات معينة اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فانا شايف انو في ضغط عشان هيك ممكن انت متحسس من موقف معين او في خلاف ما بينك وبين الشريك بسبب ضغط معين حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تكبر الخلاف ما بينك وبين الشريك او ما تخلي الامور تتفاقم اكثر مما هي عليه اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بقضايا الها علاقة بالفلسفة او الدين او تجربة شيء جديد او ممكن حتى في امور الها علاقة بدراسة لغة او مفاهيم جديدة او زيادة وعي في مسألة معينة اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار فممكن تدافع عن سمعتك بشكل يعني شرز جدا ولكن معك الحق بيكون ما ترضخ لشروط مهما كانت حاول انك تثبت او تثبت وجهة نظرك بشكل قوي مع ساعات العصر بتصير الامور لصالحك اكثر وبتقدر تدافع عن نفسك بشكل اكبر اللي على مستوى الشركات او اللي بشتغلوا في مجالات عمل بشركات كبيرة ممكن يدعموا من سلطتهم داخل الشركات او ينجزوا بعض الاعمال الضرورية بتعاون ما بين زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فما زالت الامور يعني جيدة ولكن بدك تدير بالك انه يعني في نوع من انواع الضغوطات او الحساسية من صديق معين او حد بيحاول انه يدخل في شؤون حياتك او يفرض حاله عليك حاول قدر الامكان انك انت تمتص هاي الطاقة او الغضب اللي موجود عندك واتجاوز الامور خلال هذا النهار لليوم القادم بيكون عندك قدرة لترتيب امورك بشكل اوفى اما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكو رح ينشغل ببعض الامور اللي الها علاقة بالرقابة الصحية او بصحة احد الاحبة برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكتكم الاجواء مشجعة للتقارب او لحل مشكلة معينة او لالغاء قرار سابق او توقيع عقد علاقتكم الزوجية والعائلية او مع الشركاء بسودها نوع من انواع الانسجام وتوافق خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على المستوى النفسي تقريبا يعني افضل من الايام اللي مضت ممكن تشعر ببعض التحسن وخصوصا في فترات يعني الظهر بتبلش تشعر بطاقة ايجابية بتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على مستوى الوضع المالي برضو من ساعات الظهر ممكن تحصل بعض الامور المالية اللي بتيجي يا من عمل اضافي يا استرداد لبعض الحقوق لا اليك يا نوع من انواع الهبة او الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات خلال هذا اليوم وممكن تبرع في امتحان او النقاش معين ممكن يكون لك تعامل مع اخ او مع جار خلال هذا اليوم بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور جيدة في نوع من انواع التقارب الجيد في نوع من انواع المسالمة ما بينك وبين افراد البيت ممكن اليوم يعني تصير فيه خبر مميز او حدث عائلي مميز جدا يسعدك او خبر هيك ينعشك فيه اشياء لها علاقة بالترتيبات والتصليحات او التجهزات البيتية ممكن يعني يكون فيه لها بعض الاهتمام اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور العاطفية شوي متقلبة خلال هذا النهار بالنسبة للمزاج فعشان هيك بتلاقي انه عندك عاطفية في اوقات وفي اوقات بتلاقي الامور اتقلبت عندك يعني نوع من انواع الفتور او ذكريات او تصرف من الحبيب شوي ممكن يزعجك اما بالنسبة للبيت السادس فعا مستوى العمل ممكن انه تكثر عندك المسئوليات خلال هذا اليوم او ممكن اعمال زيادة تكون فانت ما تقدر تنجزها بالكامل تنجز الضروري والمهم منها وفيه منك رح ينشغل في امور العلاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة بالفوتير او البنوك او المراسلات المالية او حتى ممكن تجد شيء كنت فاقده بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد ممكن اليوم تكثر الاتصالات البعيدة معك او اتصالات بعض الاشخاص من خارج البلاد فيك وممكن تهتم بلغة جديدة او ثقافة جديدة او امور فلسفية او دينية او يكون عندك مناقشة او امتحانات او كثرة التنقلات اما بالنسبة للبيت العاشر جيد جدا بيدعمك بقوة برضو على مستوى بيت السمعة ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور ضغطة على مستوى بيت الاصدقاء والمعارف فهذا بسبب لك نوع من انواع المشاحنة او ردات الفعل السلبية اللي لها علاقة معني اما بفضول او انتقاد غير مباشر لا اليك او انتقاد مباشر لا ذع فهذا الاشي يعصبك ويثيرك من بعض الاصدقاء ويعمل فجوي او يعمل مواجهة ما بينك وبين صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وحاول انك تراقب وضعك الصحي اذا كنت من الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنة اذا شعرت باي اعراض غير اعتيادي راجع طبيبك برج الميزان بيت تراكم العمل لديكم بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة ممكن تجد سهولة في تطبيق بعض الاعمال الروتينية او المنزلية خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا على المستوى النفسي بتظلها تقريبا متقلب خلال هذا النهار في نوع من انواع الوسواس او الافكار السلبية اللي بتظلها تتوارد في ذهنك خلال هذا اليوم وممكن يكون مزاجك شوي متقلب لغاية ساعات العصر بعدين بتلاقي الامور تقريبا تحسنت بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور برضو على المستوى المالي متقلبي خلال هذا النهار ولكن الفرصة لتحصيل بعض المكاسب المالية بتيجي في ساعات الظهر ممكن يعني بعض التحصيل تيجي من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او يعني استرداد بعض الحقوق اللي لا اليك ولكن حاول انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات وحتى على مستوى النقاشات ردات فعلك جيدة مشحونة بطاقة ايجابية اليوم يعني عندك قدرة على التواصل والاتصالات عالية جدا اما بالنسبة لبيتك الرابع فهو جيد وبيدعمك بقوة ممكن انك تنجز بعض الامال الروتينية او المنزلية مثل ما ذكرنا وفيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن اليوم تسمع خبر جيد اما بالنسبة للبيت الخامس ما زالت الامور على المستوى العاطفي شوي ما هيك فيها نوع من انواع التشنج او فيها نوع من انواع الحدية او العصبية ممكن من موقف سابق ما بينك وبين الحبيب او انت عندك ردات فعل سلبي خلال هذا اليوم حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجاوز هي السلبية اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الجيدة برضو ما بينك وبين الشريك ممكن تعمل لك نوع من انواع التقارب وممكن يكون في حل مشكلة معينة او تجاوز عن قرار سابق تحاول انك تغيره خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الاموال المشتركة فبيدعمك في بعض المسائل المالية ممكن تحصل بعض الامور وممكن تهتم في بعض الحسابات او الديون او الدفعات او اموال للك او ممكن تلاقي اشي كنت فاقده بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام في بعض المسائل اللي الها علاقة بقضايا دراسة ثقافة لغة جديدة امور اوراق محاكم قضايا اشياء من هذا القبيل كلها ايجابية هي بتدعمك بقوة ولكن اذا كان عندك امتحان بدك تدرس وتستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ممتاز جدا وبيدعمك بقوة فهذا بيت السمعة وبيت العمل مع المؤسسات الكبيرة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة بالشركات الكبيرة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالامور يعني تقريبا بدناش نحكي انها ظلت ضاغطة بسلبية اقل حدية من الفترة الماضية ولكن ما يعني ظل موجود فيه خبر او امر الى علاقة بالاحد المعارف او الاصدقاء شوي بيوترك وممكن منك يتوجه له دعوة لحفلة او لمناسبة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ومفي منك رح يهتم بشأن صحي او رقابة صحية او بعض الادوية او مراجعة لطبيب برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة ماليا وعاطفيا هاي فترة حظ بتتقوى علاقاتكم العاطفية وبتعرف فترة من البهجي حاول انك تستغل هذا النهار يبل ساعات المساء لانه في ساعات المساء القمر رح يكون موجود في الحمل يعني بيتك السادس بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك رح يتراكم عندك بعض الاعمال ورح يصير ضغط على المستوى الصحي عشان هيك يحاول تجتاز الاجابية هاي لغاية ساعات ما بعد العصر اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور جيدة مدعوم بطاقة ايجابية عالية جدا خلال هذا النهار نفسيتك احسن ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بامر تجميلي اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور برضو على المستوى المالي بتحقق لك بعض الانجازات المالية او بعض الدفع المالية او بعض الاهتمامات المالية ممكن تحصل على اموال من عمل اضافي وممكن يجيك نوع من انواع الدعم او الهبا او الهدية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وبرضو على مستوى النقاشات اللي عندهم امتحان اليوم بيدمو بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط فهذا الإشي بوترك أو بعصبك أو بسبب لك بعض ردات الفعل السلبية ممكن تكثر عليك بعض الواجبات أو تتزامن أو اهتمامات بمشتريات أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بأفراد العائلة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التواصل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو في نوع من أنواع سلبية بوترك أو بتوترك أو بتسبب لك ردات الفعل السلبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون ما تكبر الفجو ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس يعني تقريبا برضو إيجابي بيدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكي برضو بتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحلوا بعض المسائل اللي كانت صعبة خلال الفترة الماضية في منك رح يهتم بشؤون إنجاز العمال الضرورية أو بأمور صحية أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو الأمور جيدة ممكن اليوم برضو تهتم بشؤون العلاقة بالأموال أو بالديون أو الأموال المشتركة وفي منكم ممكن يحصل بعض الأموال هاي أو يهتم بنوع من أنواع الحسابات زي ديون أو جمعيات أو دفعات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك على مستوى الأمور الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام في مسألة إلها علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو إقامة أو أشياء من هذا القبيل أو أوراق قانونية اللي عنده امتحان بده يدير باله خلال هذا النهار بده يستعد بشكل جيد واللي عنده تنقلات بده يحذر أثناء تنقلاته أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض العمال الضرورية برضو على مستوى عملك بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني شوي بيعمل نوع من أنواع التقارب اليوم ما بينك وبين بعض الأصدقاء ولكن ممكن تقلق بشأن صديق أو شيء معين وممكن يتوجه لك دعوة لحفلة أو عزومة أو قهوة أو وجبة طعام أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور روتينية فيعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بشؤون صحية برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مساكنكم أو الاهتمام بمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة بتدعمك بقوة نفسيا أنت يعني مكانا أيومين يعني فيه النوع من أنواع الضغط النفسي ولكن اليوم أنت بتنشحن بطاقة أكثر ومع كل ما اقتربنا لساعات المغرب كل ما انشحنت أنت بطاقة أكثر وأكثر إيجابية أما بالنسبة لبيت الثاني بيت الأموال ما زالت الفرص متاحة لمكاسب مالية من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور على مستوى التنقلات بنقول لك دير بالك أثناء التنقلات بالسيارة وبرضو عند النقاشات ممكن تحتد وتعصب أو ممكن نفسيا أنت مضغوط أو مشحون بطاقة سلبية حاول ما تنفعل وما تعصب خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي حاسس بفجوة أو حاسس في تباعد أو شيء ما بينك وبين الحبيب يعني شوي موترك حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تكبر المسافات بالخلاف ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار نفسيتك أحسن باتجاه العمل وكل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما كانت الفرص إيجابية أكثر أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالا ممكن تهتم في بعض المسائل الطبية أو العلاجية أو بعض الأدوية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي فبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن حل مسألة معينة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض الأمور البنكية أو الرصيد أو الحسابات أو الدفعات أو أشياء من هذا القبيل كلها بشكل إيجابي ولكن دير بالك أنك تلتزم بأشياء ما تقدر توفي فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فعى مستوى الاتصالات البعيدة ممكن تنشحن اليوم بطاقة سلبية خصوصا لغاية ساعات الظهر ممكن يكون في حدية أو توتر من اتصال بعيد أو من شخص بحاول أن يتصل معك من مسافة بعيدة من بلد ثاني مثلا أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو معاملات أو حتى أشياء العلاقة بالامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تثبت وجهة نظرك أمام رؤسائك بالعمل أو زملائك في العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوتر يعني ما يخذ على بالك أو على خاطرك من بعض الأصدقاء أو من تصرف صديق معين أو بانتقدك بشكل لاذع أو بحاول يدخل في شؤون حياتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشؤون إلها علاقة بصحته أو بصحة أحد الأحبة برج الجدي بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقتك اليومي وتنقلاتك بتكون شوي ممتعة أحسن من الأيام الماضية ممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة نفسيا اليوم مشحون بطاقة أكثر وأكثر إيجابية فعندك رغبة لإنجاز بعض الأمور والمهام الضرورية اليوم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية عندك يعني التزامات أو مصاريف أو دفعات حاول أنك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية يعني الأمور المالية ممكن تأرقق خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت البيت يعني شوي في بعض الضغوط ولكن أنه أنت بتقدر تتممها بشكل إيجابي ممكن تعملها بشكل عمال روتينية أو ممكن تهتم في بعض المساكل أو المشاكل بشكل سريع وترجع لطبيعتك ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فشايف الأمور فيها يعني ضغط بسيط بيسبب لك نفور أو توتر ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تقلق بشأن الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن الأهم إذا شعرت بأي عرض غير إيجابي حاول أنك تستشير طبيبك أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فلا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار يعني تنجز أعمالك بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع إحنا ذكرنا الثامن يبلو بيت الشراكي المالي والعاطفية شوي يعني برضو روتيني بيسبب لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة يعني بالتوتر هيكي ممكن تتراجع عن بعض الأمور أنت أو القرارات السابقة اللي أنت كنت متخذها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو ممكن يصلك خبر من بعيد شوي يكون مطمئ أو خبر إلو علاقة بالقانون أو بمؤسسات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهم اليوم وممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز عمل بشكل مشترك أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور برضو فيها نوع من أنواع ضغط فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر بينك وبين صديق أو معرفة بسبب انتقاده أو فضوله أو تدخله في شؤون حياتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور روتينية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن زي ما حكينا خلي أمورك الصحية تحت الرقابة برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي فرص للحصول على أموال أو أرباح أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني شوي بتضغطك نفسيا خلال هذا النهار ولكن الأمور بتتحسن كل ما اقتربنا لساعات المساء بتلاقي نفسيتك صارت أحسن وأحسن وبصير في عندك سرعة بديهة أعلى وقدرة على التواصل أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث تقريبا منقدر نحكي أنه إيجابي بيدعمك بقوة بالتواصل والاتصالات والتواصل بالنقاشات ممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني تقريبا روتيني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو المشتريات أو الالتزامات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي يعني بكون ضاغط عليك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتلاقي فيه إيجابية إيش يبي يدعمك بقوة وبعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية ولكن ممكن يقلقك شاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكي فيها ضغط فيها توتر ممكن تحتد على الشريك أو يصير فيه ردات فعل سلبية حاول ما تكبر الفجوة وما تعمل خلاف ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور تقريبا على مستوى الأموال المشتركة ممكن تلوح فرصة لشيء في ساعات بين الظهر والمغرب إلها علاقة بدعم أو مساعدة أو أمور بنكية أو مشكلة كانت ضغطي تكمالية بيجيك خبر جيد إلها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو دراسة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تدعم من سمعتك أو تدافع عن نفسك وممكن برضو في نفس اللحظة تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة برضو على مستوى بيت الأصدقاء ولكن ما تسمح أنه يعني شكوى من صديق أنها تعكر صفوك أو مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية إليك أو لأحد الأحبة حاول أنك تراقب أدويتك بشكل جيد وغذائك بشكل أحسن برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعك السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم بشكل جيد ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور يعني كل ما اتجهنا لساعات الظهر كل ما كانت أحسن يعني بتفتح فرص لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة بتدعمك على مستوى النقاشات والتواصل والاتصالات وممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط بوترك أو بحدث لك نوع من أنواع الفجوات داخل البيت أو مع أحد أفراد العائلة ممكن يعني زعل قديم لسه مستمر أو إنه فيه أعطال أو اهتمامات منزلية شوي بتكون مزعجة بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى البيت العاطفي فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التواصل ما بينك وبين الحبيب أو مصالحة معينة أو تراجع عن قرار سابق ممكن فيه بعضك ويهتم بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد يعني بدعمك على مستوى بعض الأمور العملية ولكن ممكن أنه في ساعات الظهر تتزامن الأمور وتكثر عليك بعض الأعمال يكون منها إشي مربك أو مرهق حاول أنك ترتبها بشكل جيد ويهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريبا روتيني لغاية ساعات المساء وبعدين الأمور بتصير فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن مصالحة أو تقارب أو يعني نوع من أنواع العتاب اللطيف أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن تقلق في مسألة العلاقة بالديون أو الالتزامات في ساعات الظهر أو اهتمامات عالية وممكن تفتح لك بعض الفرص الإيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني على طبيعتك بتتواصل مع الأشخاص خارج البلاد أو الاهتمامات الخارجية أو حتى على مستوى الدراسي أو المطالعة أو ثقافي أو لغة جديدة أو أوراق قانونية كلها تقريبا بشكل روتيني ممكن تنشط فيها بس في ساعات ما بين الظهر والعصر أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد يعني بيدعمك على مستوى بيت السمعة وممكن أنه تحقق بعض الإنجازات الرائعة جدا إلى أشخاص اللي على رأس عملهم أو بعملوا من ضمن مؤسسات كبيرة ممكن يصير فيه بينهم وبين زملائهم تقارب أو مع رؤسائهم بالعمل أو ينجزوا بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 يعني ما زالت الأمور ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني اليوم أحسن فممكن اليوم تكثر الاتصالات ما بينك وبين صديق أو أصدقاء أو يتوجه لك دعوة أو ممكن يكون في لمة ممتازة أو يتفقدك أحد الأصدقاء بمسألة معينة فهذا إشيء بسعدك أما بالنسبة لبيت المتاعب فمقول لك أنه الأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشؤون صحية إلو أو لأحد الأحبة وفي منك رح يراقب غذاءه أو يأخذ مكملات غذائية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء